اشتركوا في القناة نور الهودا كاراماني رئيس وحدة التشخيص الاكلينيكي لستدي بوزارة السحة نهارك سعيدة دكتور صباح الخير صباح الخير يا دكتور في البداية دكتور عايزين نسأل حضرتك يعني نتكلم عن عنوان المؤتمر يعني حالك تشرحي لنا لان فكرة المؤتمر كانت بتدول حول ايه طبعا المؤتمر مع الشكر الجزيل حق دكتور هشام الغزالي رئيس المؤتمر ان استضافنا واعتقد ان هنوع من المؤتمرات يخدم قطاع كبير من الاطباء اللي يتعاملون مع سرطان الثدي واورام العنق الرحم سرطان الثدي بالتحديد هو عبارة عن فريق عمل متكامل وعنوان او محاور المؤتمر كانت تضمن الفريق المتكامل من بداية من التشخيص متوسطين عمل العلاج الجراحي بانواع المتطورة وبعدين نأتي الى عمل العلاج الكيمائي او الاشعاعي بالاضافة الى ان في هذا المؤتمر تم التركيز على اوراق عمل عديدة منها الاتجاه الى العلاجات المركزة اللي هي العلاجات الهرمونية والعلاجات الجينية من غير التعرض السيدة الكيمائية والاشعاعي عايزين في البداية نعرف من حضرتك يعني السيد تعرف منين ان هي عندها سرطان الثدي السيدة العربية بالتحديد طالما احنا نتكلم على مستوى الوطن العربي يجب ان يتم تغيير الموروث الثقافي اتجاه فكرتها ناحية نفسها المقصود بهذا انه يتم تغيير فكرتها عن نفسها بتحويل الاهتمام الى السيدة وهي رقم واحد في المنظومة الاسرية في المنظومة الاجتماعية بعمل يوم واحد في السنة اتخصصها لعمل ما يسمى بالفحص الدوري للثدي اللي هو فحص الماموغرام وموجودة مراكز عديدة يعني من خلال زملائنا في دولة في جمهورية مصر في مراكز عديدة لعمل هذا الفحص هذا فحص ما يستغرق الا ثواني معينة السيدة اذا كانت فوق الاربعين من العمر تلجأ الى عمل هذا الفحص وهذا الفحص دائما يكشف التغيرات قبل الاحساس فيها وهذا ما نعنيه بالكشف المبكر الكشف المبكر هو وجود اي تغير ممكن يكون سرطاني في مراحلة المبكرة اللي هي اقل من نص سنتيمتر في الحجم فمعناتها لم يصل الى الغدد اللينفاوية اللي حواله منطقة الثدي وهذا هو الفحص المبكر للكشف المبكر لما يصير عندي ورمة صغيرة مبكرة معناتها انه انا راح اتجه الى استقصال جزئي وما احتاج الى كل العوامل الاخرى من الاستقصال الكلي والاعراض الجانبية لها والإساءة النفسية للسيدة بخصوص هذه المؤمنة هذه بس العلامة الوحيدة اللي ممكن تبين للسيدة ان هي ممكن تصاب بسرطان استادي ولا فيها علامات تانية ممكن طبعا هذا علاج هذه طريقة وقائية اللي هي ان السيدة تدخل في هذا البرنامج سنويا من الاربعين الى الخمسين سنويا تعمل الفحص لكن افترض السيدة ممتبعة هذا الاسلوب او للسيدات تحت الاربعين من العمر في مجموعة من التغيرات دائما ننصح السيدة انها تعرف نظام الخمس نقاط ان هي تعرف ما هو طبيعي لها في بعض السيدات عندهم التغيرات الآتية وتكون طبيعية ان الثديين مو بنفس الحجم فهي متعودة ان هي عارفة من زمان ان هي كده ان هي كده انقلاب الحلمة او تقرحها او تجرحها ونزول افرازات دائما الافرازات الدموية هي لناقوس خطر الواحد يهتم له اي تغيرات في الجلد اي كثافة او تضخمات تحت منطقة الابط في مجموعة من التغيرات لازم السيدة يكون دائما عندها هم الروتين ان في اليوم الخامس من الدورة بعد كل شهر كل شهرين مثلا انها تقف امام المرأة او تشوف نفسها تشوف والله انا حصل معايا ايه مثلا خلال الشهرين ما تتجاهل فكرة النظر الى جسمها اذا رأت اي تغير من هذه التغيرات تنقلها الى الطبيب فورا طيب هذه بس العلامات اللي ممكن تشوفها يعني تشوفها او تحسها طيب دلوقتي عزينا نتكلم على كيفية الوقاية من الاورام السيدة عن طريق العقارات الجديدة العقارات الجديدة طبعا هذه على مستوى بحثي وعلى مستوى الى الان دائرة موسى على مستوى العالم غالبية سرطانات الثدي خاصة في منطقة الشرق الاوسط تفرز كميات عالية من هرمون الاستروجين العلاجات هذه عبارة عن مضادات لهرمون الاستروجين نتخيل كأن الثدي عنده انتينة والانتينة هي تسحب الاستروجين احنا نكسر الانتينة هذه نعطيه دوة نوقف الاستروجين ففي من العلاجات اللي هم مستخدمينها لمنع سرطان الثدي او من النظريات اللي بدوها من عشر سنوات من عشر الى خمسة سنة مضت رأوا ان النسب قلت مع الناس اللي استخدموا العلاجات اللي هي ضد هرمون الاستروجين عنده احتمال فياخذ العقار هو الى الان ما تم تسويقه بالطريقة العالمية اللي ممكن ان اي شخص الى الان هم في المراحل الاولية لاظهار النتائج جمالة الابحاث اللي عملوها في العشر سنوات السابقة بس يستخدمون العقار مثلا مع السيدات المصابات علشان ما يتكرر عندها تتكرر عندها الاصابة يعني كانت مصابة وخفت بتاخذ العقار بالضبط ايه اهم اثباب اصابة النساء في الاعمار في مختلف الاعمار بسرطان الساد مثلا التدخين في ايه تاني من اثباب بالاصابة تصحيحا للمعلومة التدخين ما يسبب ما هو سبب رئيسي لسرطان الثدي التدخين يزيد حساسية الثدي للألم مادة النيكوتين تسبب تقليل مناعة نسيج الثدي فتزيد الالتهابات عند السيدة ومن الاشياء التي ننصح فيها السيدة ان لو حصل التهاب في الثدي توقف التدخين لان دائرة الالتئام تكون في دائرة مفرقة الالتهاب يعني يستمر احمرار ووجود خراج هذه من الاشياء الشائعة مع الناس المدخنين لان المدخنين دائما نتقل مناعتهم ما هي الاسباب لسرطانات الثدي خاصة العمار الصغيرة طبعا في منطقة الشرق الاوسط متوسط حدوث سرطان الثدي حوالي 45 سنة اقل من 45 يعني في سن صغير ممكن تشوفين سيدات بل 35 او 30 في 5% من سرطانات الثدي تكون وراثية تكون الاسرة فيها وراثة فيها تغيير جيني معين طبعا التغيرات الجينية هذه متقدمة يتم فحصها بفحوص في المعامل متقدمة جدا ان في ناس يكون عندها جين الوراثي المتخصص اللي ممكن يسبب سرطان الثدي العوام هواس من اغذ العينة ان هما ياخذوا عينة عشان يشوفوا هل عندهم سرطان ولا لا هذي كنت قلتيلي ان مفروض ان في ناس بتخاف تاخذ العينة احسن يقولوا لا احسن يزيد هذه طبعا من الخرافات الشائعة جدا في منطقة الشرق الاوسط اللي هي لو اكتشفنا ورمة ثمانين في المية من الاورام حميدة فالتوجه ان انا اعمل عن طريق طريقة السونار او الاشعة المتقدمة جدا اللي هي ثلاثية الابعاد اعمل العينة العينة ناخذ نسيج من الورمة اتبين اذا هذه الورمة اصلا حميدة وينتهي موضوع الهلع تماما في ثمانين في المية من الحالات او انها سرطانية نتيجة العينة اول شي الابر المتقدمة الحين ابر مغلفة فتدخل الابرة مغلقة وتخرج مغلقة من الجسم فالمسار تبع الابرة ما يسبب اي انتشار ونظرية الانتشار غير مثبوتة علميا نقطة نأتي حق مسألة شنو فوائد العينة فوائد العينة انه في السابق كانت السيدات تتعرض الى عمليات جراحية لاخذ العينات في الاورام الصغيرة اللي غير محسوسة بيد الجراح الدور يأتي دور طبيب الاشعة المتخصص في اشعة الثدي لاخذ العينات عن طريق التكنولوجيا المتقدمة جدا واللي موجودة صراحة في دولة مصر من خلال زملائي يعني اللي موجودين في مصر العينة هذه تعطي مثل الخريطة العلاج للجراح ولطبيب الاورام معرفة اذا كان هو الورمة هذه لها مستقبلات الاستروجين فبالتالي المريض يتحضر كأن السيدة عاوزة تحضر شوية اشياء تطبخها فنحضر شوية معلومات علشان نمشي مرحلة العلاج بخطة معينة في العشر سنين الاخيرة هل حصل انخفاض لنسبة الاصابة بسرطان الساد تكون اكتر فيها سرطان الساد طبعا هذه المعلومة معلومة احصائية في منطقة في الدول المتقدمة خلال الثلاثين سنة الماضية مع بداية برامج المسح التشخيصي واللي بدأت في دول مثل السويد وبريطانيا والدول الاوروبية عملية المسح التشخيصي اللي احنا قلناها في بداية اللقاء من عمل فحص الماموغرام بعد عشر سنوات او خلال الثلاثين سنة لماضية قلت نسبة الموت بثلاثين في المية فبالتالي قلت نسبة الاصابة بالمراحل المتقدمة من سرطانات الثدي في الوقت الحالي اكو الشائع في منطقة الشرق الاوسط انه والله قمنا نسمع كتير انه هاي فلانا عندها سرطان فلانا عندها سرطان الحاصل انه واحد احنا نقول احنا زاد عندنا بس للأسف في منطقة الشرق الاوسط اللي زايد اللي هي وصول السيدة الى الطبيب في مرحلة متقدمة ومتأخرة جدا انه هي بتعرف مثلا ان هي مصابة بالمرض وتتأخر ولا هي بتبقى مش حاسة اصلا ان هي عندها مرض ايه اكتر الحالات اكتر الحالات بالملاحظة طبعا انه هي لما توصل للمستشفى تكون الورمة خلاص يعني حتى يعني في حاجة حصلة لها بس هي متجاهلة متجاهلة غالبية السيدات ينكرون نكران شديد انه هي عندها ورمة لا تنسين الموروث الثقافي بالصورة دايما المتكاملة للمرأة في المجتمع الشرقي لازم تكون دايما حلوة وبرفكت وما فيها اي شي وهي ما عندها اي مشاكل فدايما الصورة هذه تمس جزء كبير من انوثتها فغالبية الشخصية البسيطة والانسان البسيط دايما او حتى الاشخاص المتعلمين في بعض الحالات يرفضون مبدأ انه انا صار عندي سرطانات السيدات اللي مرون في مراحل في مراحل الوقاية وعمل الفحص الماموغرام سنويا رح يعرفون انهم شنو الاصابة اللي عندهم فهي مجرد تغيير الموروث الثقافي لدى السيدات ناحية عمل المسح التشخيصي كاروتين كاجراء روتيني في حياتي كل سنة هي تبقى عارفة انها تعمل المسح التشخيصي نعم سواء هي عندها او ما عندها او ما عندها او ما عندها او ما عندها بالضبط من سن من سن الاربعين وفي السيدات اللي تحت الاربعين لو كانت من العوائل اللي هما عندهم سرطانات تدي هي اللي تبدي في سن مبكرة يعني نفترض العائلة مثلا الام بالاربعين الخالة اخت الام بالخمسة وثلاثين على حسب البروتوكولات الانجليزية طبعا ينزلون خمس سنين يعني ننزل خمس سنين من عمر الام في الإصابة ونبتدي نعمل ماموغرام بالخمسة وثلاثين بس هذه في حالات اللي هي بخصوصية عندها تاريخ عائلي بس عامة الناس أربعين وما فوق طيب في حالات طبعية وفي تغيرات حميدة بتحصل للسدي مع تقدم العمر حضرك ممكن تقول لها لنا عشان يعني السيدة اللي عندها الحاجة دي ما تشكش ان هي عندها سرطان في السدي تقدم العمر ما يكون سبب يمكن الأشياء الحميدة تقريبا تشغل ثمانين في المية من أي ورمات في الثدي مرات ممكن تكون الورمات أكياس مائية وهي انسداد في رأس القناة مالة الغدة الحليب سيدة لما ما تكون ترضع ما تكون في مرحلة الرضاعة تكون كيس ماء الكيس المائي التكيسات المائية معلومة وحقيقة لا تتحول إلى أكياس سرطانية نقطة الأورام الحميدة الليفية هي نتاج تجمع ليفي غدي يعني غدد وأليام وشحم من نفس التكوينة مالة الثدي طبيعية وهذه هم أورام حميدة ما يتم التعامل معها إلا في حالات مثلا تكون ورمة حميدة بس تكون كبيرة بصورة أو مؤلمة ومرات ممكن تسبب ألم العرض الشائع الآخر لشائع بين السيدات هو آلام الثدي آلام الثدي شائع جدا أي تغير هرموني في الدورة الشهرية ممكن يسبب آلام للثدي اثنين أي تغيير من ناحية أخذ موانع للحمل مثلا حبوب منع الحمل فيها هرمونات ما اتوالمت مع جسم السيدة السيدة بدرجة أو بأخرى فالجسم ما تقبلها بطريقة أو بأخرى والأجسام مختلفة ممكن تسبب ألم تقلبات هرمونات الغدة الدراقية أي تغير هرمون الحليب زيادة هرمون الحليب في بعض السيدات ممكن يسبب آلام للثدي الأكياس المائية لما تزيد ممكن تسبب آلام بالثدي كثرة الكافيين الأهوة الشاي الشوكولات البيبسي أو المشروبات الغازية فيها كميات من الكافيين عالية فالكافيين هذا عالي جدا مع دايما السيدات يرفضون عمل فحص الماموغرام بتقولك بيوقع دايما ننصح السيدة هي ما عندها أي شكوى فتحدد اليوم اللي ناسبها واليوم اللي ناسبها هو دايما خامس أو سادس أو سابع يوم الدورة الشهرية تكون الآلام ما قبل الدورة الشهرية خلصت الأسبوع هذا قبل زيارة الطبيب تقلل كمية الشاي والأهوة تشرب كميات كبيرة من السوائل فلما توصل عمل الفحص المامو قرام تكون تجربة لطيفة ما تكون تجربة مؤلمة هي مو مؤلمة وحتى لو تفكر فيها السيدة عدم ارتياح لثواني محدودة لأن الجهاز يصور فيه أقل من ثلاث ثواني لكل ثدي يعطيك سنوات عديدة ليدام من عمر ثاني لو كان عندك ورمة صغيرة بالنسبة الهوس السيدات الأيام دي بعمليات التجميل والسيليكون والحقن والحاجات دي كلها هل بتأخر من تشخيص لو سيدة مصابة بالسرطان السادي ولا لا طبعا تأثر في السوق الدارج طبعا معلومة وحقيقة وضع السيليكون السيليكون نفسه ما يسبب سرطان اثنين انحطينا السيليكون كأننا نغطي جزء من صورة الماموغرام عن جزء من نسيج الثدي فبالتالي اتقل حساسية اكتشاف اورام صغيرة او تغيرات صغيرة وراء السيليكون هذا ممكن علاجة طبعا عن طريق عمل رانين مغناطيسي لاكتشاف تغيرات مبكرة ثلاثة عملية الحقن لمواد غير معروفة وغير مرخصة وبأشخاص غير مرخصين وغير مؤهلين من الاشياء الضرورية جدا ان لكل سيدة او كل شخص كان انتو عندكم فيلم بس انا مش فاكرا في الزبنات ان الام تقول لي بنتها ما تشرب صفرة ولا خضرة ولا حاجة كده فيريت المبدأ ما تحقينيش بحاجة ما تحقينيش بحاجة انت ما تعرفيهاش لان مشكلة الاشياء او المواد الغير مرخصة اللي ممكن تيهي من اي بلد في العالم او تصنيعها محليا ممكن تكون في امبولة بس هذه الامبولة مش هي الحل لجمالك الاشياء هذه تسبب تفاعلات في نسيج الثدي وبالتالي تكييسات واورام تؤدي الى دمار النسيج تماما طب اللي عملت كده تعمل ايه اللي عملت كده يجب عمل السونار اللي راح يكون وايد صعب لطبيب اشعة انه يشخص لانه راح يكون جزء من الصورة غير واضحة طبعا يعتمد على درجة شدة وكثافة المادة المحقونة مرات لو ما عندنا تاريخ اسري طبعا يعني تتعايش معاها لحد ما ما في فترة زمنية حتى معروفة علميا لتخلص الجسم من هذه الاشياء ترضب نصيبها واللي طبعا زادت الكمية عندها مرات تؤدي الى الام شديدة وتكتل شديد وتورم شديد في الثدي تضطر السيدة للأسف الى استئصال النسيج كله تبع الثدي فالنهاية تكون صراحة سيئة جدا في الحالات المتقدمة فرجائي يعني لكل سيدة حافظي على صحتك لان انت الداينامو تبع العائلة تبعتك المجتمع الأسرة انت رقم واحد فلازم تحافظين وجمالك جمال روحاني صحيح 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 تمام دكتورة نور الهودة كرماني رئيس وهد التشخيص الاكلانيكي الاستادي بوزارة الصحة القويتية شرفتنا النهاردة وبجد قلت لنا معلومات مهمة لكل سيدة الله يخليكم وشكرا شكرا على الاستضافة وكرم الوقت اللي عطيتنا اياه شكرا لحضرتك ونورتنا في مصر الله يخليك مشاهدين دلوقتي معنا تقرير عن المؤتمر الصحفي للمجلس القومي من الشباب تابعونا بعد الفصل